من رمالة ينضم إلينا دكتور حنة عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لحماية القدس والمقدسات دكتور حنة على مدى الأيام الماضية ونتابع تصاعدا مرصودا من قبل المستوطنين فيما يتعلقوا باقتحام الأقصى ما سر إصرارهم على هذا الاقتحام حتى رغم أيام عيد الأطحى مثلا هم يريدون باختصار تثبيت روايتهم بأن الصراع مع الفلسطينيين هو صراع ديني وليس صراع سياسي على الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني ويريدون تثبيت روايتهم بأن فلسطيني التاريخية هي تعود لليهود وليس للفلسطينيين أي أثر فيها وبالتالي على هذا الأساس هم بدأوا يتعاملون مع مدينة القدس في ذلك وخاصة بعد ستة اتناش عالفين وسبعتاش عندما أكرر الرئيس الأمريكي ترامب بأن القدس يهودية لا يوجد أثر لا للمسيحيين ولا للمسلمين وودعا أقول لك بأنه منذ بداية العام حتى هذه اللحظة هناك تقريبا أكثر من اثنين وثلاثين ألف مستوطن استباحوا باحات وساحات المسجد الأقصى المبارك وهذه أول مرة الجيش الاحتلالي الإسرائيلي يكتحم ساحات وباحات المسجد الأقصى في أول عيد أيام عيد العضحى المبارك وبالتالي هم اليوم فرقوا المتظاهرين باستخدام القوة وثانيا هم حققوا ما كانوا يريدونه بأن اليوم مناسبة خراب الهيكل وبالتالي سمحوا لأكثر من ألف وثلاثمية وأربعين مستوطن استباحة الأقصى في الصباح أو بعد الظهر وهذه لدلالة واضحة على أنهم الآن لا يقيمون وزنا لا للاتفاقيات التي وقعوها معنا كفلسطينيين أو اتفاقية وادي عربة أو الاتفاقية مع الإخوة المصريين ولا يقيمون وزنا لا للعالم العربي ولا للعالم الإسلامي وبالتالي الآن هم محفوفين ومصوانين من قبل الولايات المتحدة في حمايتهم على المستوى الدولي وبالتالي هم يتصرفون تصرفات غير أخلاقية وتصرفات خارج قواعد القانون الدولي وخارج الشريعة وخارج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دكتور حنة أرجو أن تفصل لنا ذلك الأمر أيضا هذه المرة من أعلن عن الاقتحام ليست هيئة من هيئات الأقصى ليس الجانب الفلسطيني لكن شرطة الاحتلال هي التي أصدرت بيانا قالت فيه أن 1700 مستوطن قاموا باقتحام الأقصى وحدثت اجتباكاته مع المصلين أليس من مفترض أن تمنع سلطة الاحتلال هذا الاقتحام؟ إسرائيل هي دعاية انتخابية لبن يمين نتنياهو وبالتالي بن يمين نتنياهو اتخذ صباحا كرار بأن لا يتم اقتحام ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك لكن هذه اللفتة كانت مبيتة من كبر رئيس الحكومة من أجل أن يدعمه المستوطنون في الانتخابات التي ستجري في 17-9 الشهر القادم وبالتالي أرى بأن هناك دعاية انتخابية من جانب ثانيا هي سياسة جديدة تحاول سلطات الاحتلال فرضها على أرض الواقع نتيجة التطبيع المتزايد من بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل وخاصة بأن هناك اتصالات سرية أو علنية مع بعض الدول حتى البعض للأسف الشديد قال بأن المسجد الأقصى المبارك كأي مسجد في حارتنا وهذا مما يعني بأن إسرائيل تستغيل كل الظروف الانشقاق الداخل الفلسطيني أولا زائد الدم العربي ثانيا واتره في العالم الإسلامي ثالثا وازدواجية المعيير على المستوى الدولي وهي بذلك الآن ترى بأن كل الأمور مفتوحة لها أن تتصرف كما أشاء وأن تدير العراض المحتلة كأنها هي صاحبة السيادة والسلطان في هذه الأرض أخيرا دكتور حنة أليس من مفترض أن تقوم سلطات جيش الاحتلال بمانع المقتحمين حتى من باب الخشي عليهم حتى من باب أن لا تقع بينهم إصابات عندما يلتحمون مع المصلين المسلمين بكل تأكيد هذا الذي يجب أن يكون يجب على سلطات الاحتلال أن تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني هناك قرارات شرعية دولية هناك موقف أمريكي في 14.7.967 قالوا بالحرف الواحد بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي الضفة الغربية بما فيها الكدس الشرقية وقطع غزة وهناك قرار 242338 إلى آخرهم من قرارات وبالتالي على إسرائيل أن تتقيد لكن إسرائيل لا تقول أن أنا المنتصرة وأنا الكدس هي عاصمة لإسرائيل الأبدية وبالتالي أنا أريد أن أتصرب بها كما شاء وهي رسالة واضحة كانت الفلسطينيين من جانب أول وللعالم العربي الإسلامي من جانب ثاني لأن هذه البيانات عدب ونحو وصرف أصبحت لا تقدم ولا تؤخر يجب أن يكون هناك قرار متزن للعالم العربي والإسلامي في كيفية إدارة الصراع هذا مع الاحتلال الإسرائيلي أما أن يتركوا إسرائيل تتلاعب بنا كما تشاء لأن إسرائيل تستخدم القوة العسكرية ولديها القوة العسكرية في ذلك لكن اليوم أنتم رأيتم كيف جنود الرحمن في مدينة الكس استطاعوا أن يواجهوا هذا المحتل وأن يخرجوهم وبالتالي دائما أقول كم للكدس وحي من فيها إن في الكدس جنود الله تحميها دكتور حنى عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لحماية القدس والمقدسات كنت معنا من رامالله فشكرا لك